فجعت الأوساط الإسلامية قبل يومين وفي مطلع هذا العام الميلادي سنة 2020 بوفاة الشيخ المحقق المحدث محمد بن الأمين أبو خفزة التطواني المغربي رحمه الله تعالى والمولود في سنة 1932 والذي له عناية كبيرة بالتراث الإسلامي وبالمخطوطات والتحقيق والتأليف وإجازة المرويات حتى بلغ صيته الآفاق وجاءه الطلاب من كل ناحية رزق الله الشيخ أبا خفزة الكرم في الأمور كلها فقد كان كريم النفس كان بشوشا متواضعا مؤدبا متأدبا ورزقه الكرم في اليد فقد كان رحمه الله تعالى لا ينقطع عنه الضيفان وطلاب العلم أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب حتى كان له من اسمه نصيب فقد قيل إن أسرته لقبت بأبي خفزة لأن أحد أجدادهم كان يطعم الفقراء والمساكين من الخبز ومن كرمه كرمه في العلم فقد كان رحمه الله تعالى له عناية كبيرة بالمخطوطات النادرة التي لا توجد عند غيري ونحن نعلم أن بعض المشتغرين بالمخطوطات لهم بخل في بذلها لطلاب العلم إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يبذلها لطلاب العلم وقد وقفت عند باب داره إحدى طالبات العلم وأعطاها الشيخ أبو خفزة مخطوطة لتصويرها وهذا يندر لأن العادة الشيخ أو صاحب المخطوطة هو الذي يصويرها حفاظا عليها من الضياء إلا أنه أعطاها لهذه الأخت فبكت الأخت لما رأت بذله للعلم كان الشيخ أبو خفزة رحمه الله تعالى زاهدا منقطعا عن الناس وكان له خط حسن ولما علم بذلك الملك الحسن الثاني رحمه الله طلبه ليكون خطاطا عنده إلا أن الشيخ اعتذر للواسطة بينهما في أنه لا يريد أن يخالط الكبار ولما قال له الواسطة بأن الملك قد طلبك بنفسه وأنه يصعب أن يرد طلب الملك قبل في أن يكون في المكتبة وأن يشتغل بالتحقيق وفهرسة ما فيها من الكتب كان للشيخ أبي خفزة رحمه الله تعالى عناية كبيرة بالقرآن وعلومه وقد أسس معهد الشاطبي في تطوان وصار له صيت بالغ عرف الشيخ أبو خفزة رحمه الله تعالى بنصرته للسنة وصدعه بالحق ويظهر هذا من خلال كتبه ومقالاته ومجالسه ومنتدياته وله كتاب شهير لم يطبع قال لا يطبع إلا بعد موتي وهو كتاب جراب السائح كتاب موسوعي يدل على الطلاع واسع في الأحوال والتاريخ كان الشيخ أبي خفزة رحمه الله تعالى كثيرا ما يجلس في دكان للعطارة لصاحبه عبد اللطيف البغدادي في تطوان ومن عجائب الأقدار أن عبد اللطيف البغدادي توفي بعد الشيخ بيوم واحد رحمهم الله تعالى وجمعنا وإياهم جميعا في جنته